من جماعة بن قريش القروية تابعة لإقليم تطواني انطلقت فعالية المنتدى الإقليمية الأول لتثمين المبادلات المتميزة داخل الأحواض المدرسية النموذج من حوض مدرسة علي المنظري الذي يؤسس لآلية فعالة لإرساء نموذج للمدرسة المنفتحة الآن بجماعة بن قريش في إطار فعالية ونشاط الحوض المدرسي لجماعة بن قريش القروية كما تعلمون أن تنزيل خريطة الطريق وتحقيق الأهداف استراتيجية ثلاث متعلقة بالتقليص من الهدر المدرسي والرفع من مستوى المشاركة دي تلميذ التلاميذ ومستوى التقسير دي لهم سيتم تنزيله وفقه حل المجموعة دي للآليات ومن بين هذه الآليات التي تعزي استخاذ القرار عن قرب هي آليات الحوض المدرسي الحوض المدرسي يشكل الآن وتجمع دي المجموعة للمؤسسات في واحد القطعة طرابية ومحطة بين المديرية الإقليمية والمؤسسة النشط هذا اللي غدي يكون على مدة زمنية اللي هي دي اليومين اليوم واليوم وغدا إن شاء الله في مجموعة من المعارض والورشات وغدي تتوج بواحد الكارنافال اللي غدي يكون هنا بالجماعة الترابية دي لبن قريش وهذه البناء أولى ومحطة أولى لانطلاق مجموعة من الأوراش للأحوض المدرسية بالإقليم التطوى إن شاء الله أنشطة ومحاكة للتكنولوجيا المتطورة تحط الرحال ضمن فقرات المنتدى من أجل تعزيز الدينامية الشاركية والممارسات المبتكرة والتنسيق الفعال والتواصل الإيجابي وتوفير مناخ من التقى والتثمين داخل المؤسسات التعليمية العمومية المشروع يدخل في إطار النشاط المنظم في منطقة بن قريش اليوم هذا النشاط ينخرط مخطط الجهوي المخطط الإقليمي لتنزيل خريطة طريق 22-26 والهدف هو أن نضعف العدد تلميذات والتلاميذ التي يستفدوا من أنشطة الحياة المدرسية ونطلقنا من الوسط القراوي ونشغل دائما في إطار الأحواض المدرسية لتكون تشبيك مبيل المؤسسات ونحاول أن يستفد عدد أكبر من تلميذات والتلاميذ من هذه الأنشطة أهمية التشبيك بين المؤسسات التعليمية داخل الحوض المدرسية الذي يعتبر صيغة متميزة وآلية للتدبير البيضاغوجي والإداري للمؤسسات التعليمية المحتضنة لنفس فئة التلاميذ خلال مصارهم عبر الأسلاك التعليمية حيث تروم دمج مختلف الفاعلين التربويين وتنصيق تدخلاتهم واستثمار الإمكانات والموارد المشتركة والفرص المتحة داخل الحوض وفي محيطه ترجمة نانسي قنقر